السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الخامسة الإبتدائي. ان شاء الله. امتابعين مع بعض منهج اللغة الإنجليزية للعام الدراسي الجديد الفين تلاتة وعشرين. باذن الله يتم شرح المنهج من خلال كتب الدرسية المختلفة. كتاب جيم وكتاب بايبيت وكتاب المعصر. الفيديوهات موجودة على القناة في قائمة للصف الخامسة الإبتدائي للعام الدراسي الجديد الفين تلاتة وعشرين. ان شاء الله هناخد مع بعض النهار ده صفحة خمسة وتسعين من كتاب. الدرسين بتقولون النهاردة بعنوان هناخد فيهم الكتابة او مهارات الكتابة يعني السيرة الزاتية لشخص رياضي. هنا نكتبها. ليه ايه? السيرة. الزاتية. لشخص رياضي. هنا بيجو بلي صوت حرف الفا. جيب لي في البداية الكي فوكابلاري الكلمات الكي يعني ايه? الاساسية او الرئيسية. كلمة بطل يعني تشامبيون. 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 لاعب رياضي او رياضي. اثليد. 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 عند هنا تي اتش بيجو بلي صوت ثا. ميداليا يعني ميدل. 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 تلوز بلوشن. 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 عند هنا تي اي او ان او تي اي اي ان بيجو بلي صوت شن. تلوز بلوشن. سيرة ذاتية عن شخص. ماتكلم عن شخص وعن حياته او الصير الذاتية بتاعته. بايجرافي. بايجرافي. بايجرافي عندي البي اتش بيجبه لي صوت الاف او صوت حرف الا الفا في اللغة العربية. منافس او خسم. كمبيتتور 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 اللي هو منافس او خسم. كمبيتتور. المستقبل the future the future the future. التي يو ار ايه بي جوله صوت. جائزة او منحة. جائزة او منحة. المسطحات المائية. اللي هي المسطحات الايه? المائية. جاب لي هنا كلمات اخرى. الالعاب 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 الالع training training. فخر او شرف. عندي هنا. اللي هو ايه اللي فيها سايرنت. جائزة. ميداليا برونزية. برونز ميدل. برونز ميدل. برونز ميدل. لحظة خاصة. سبيشل مومنت. سبيشل. السي اي هنا بيجوب لي صوت الشيء. لحظة خاصة. الكائنات الحية. الكائنات الحية. مياه الصرف. ميدالية ذهبية. شخص رياضي. انجاز احتياجات خاصة. مواد كيميائية. مواد كيميائية. في سن يتضرب بجد علم مرحل أو حمام المياه الجارية جابني هنا بعض الصفات كلمة مشهور يعني هام أو مهم عطوف مميز أو خاص ناجح شايك جابني بعد كده صفحة 96 تصريف الأفعال عند أفعال منتظمة أفعال منتظمة أفعال عادية أفعال غير شازة وأفعال غير منتظمة اللي هي الأفعال الغير عادية اللي هي الأفعال الشازة عند هنا في المدارة وفي الماضي ازاي بحصل على الفعل في الماضي من الفعل المدارة اللي هو منتصم. سهلة جدا. اول حاجة لو الفعل عندي منتهب الاي بضيف له حرف الدي فقط. لو الفعل مش منتهب الاي بضيف له حرفي الاي والدي. طب لو الفعل منتهب وقبل منه حرف ساكن بعمل ايه? بحذف ال-Y واضيف ال-I-E-D زي يبكي بقت يبقى أنا حذفت ال-Y واضفت ال-I-E-D حذفت ال-Y واضفت ال-I-E-D طيب لو الفعل عندي بينتهي بال-Y وقبل ال-Y حرف متحرك بعمل ايه بسيب ال-Y زي ما هي لو حركت الحرف المتحرك لو حركت ال-Y الحرف المتحرك هيتحرك من مكانه وبعمل ايه وبضيف ال-E-D زي play يلعب الفعل بتاعي منتهي ب-Y وقبل من حرفه متحرك عملت ايه سيبت ال-Y زي ما هي واضفت ال-E-D بقت played لعبا عند الحرف المتحركة خمسة A-E-I-O-U عند هنا جبل الأفعال وجبها لي يتنافس compete 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 الفعل منتهي ب-E ضفت له ال-D بقت compete التنافسة يحمل carry ال-Y قبلها حرف ساكن حزفت ال-Y وضفت ال-I-D بقت carry تحملة يقتل carry الفعل مش منتهي بال-E ضفت له ال-E-D بقت killed يدمر destroy الفعل منتهي ب-Y وقبل من حرفه متحرك سيبت ال-Y زي ما هي وضفت ال-E-D بقت destroyed يعني ضمرها بسبب كوز كوز الفعل منتهي بال-E ضفت له حرف دي فقط بقت ايه كوز سببا هي طبعا هنا يسبب كوز سببا يتجنب الفعل مش منتهي بال-E ضفت له ال-E-D بقت تجنبا عندي بقى فيه الأفعال غير منتظمة الأفعال غير منتظمة اللي هي بعمل ايه تحفظ كما هي ليه ما فيش قاعدة لتغيير شكلها من المضارع للماضي من يفوز يستطيع كان يصبح بكم يخسر خسرة يحمل حمل شكل الفعل يبيتغير تماما وساعة كمان يفضل عندي ثابت ما بتغيرش أبدا من التصريف الأول للتصريف التاني ازاي بتكتب سيرة ذاتية متكلم عن شخص ممكن تكتب ايه او تكتب ازاي اكتبت السيرة الذاتية عن شخص رياضي مثلا بستخدم بعض المصطلحات والعبارات للتعريف بالشخص الرياضي ببدأ عرف الشخص الرياضي اول حاجة هي او شي هو او هي was born on يعني ولد في ايه لتاريخ الميلاد تمام رقم اتنين هي او شي began يعني بدأ بدأ مثلا يتضرب امتى رقم تلاتة هي او شي was the first كان اول شخص في ايه او كان الاول في ايه رقم اربع هي او شي is successful because ناجح ليه يعني لسبب ايه ايه اللي بسبب ايه السبب اللي خلاه انسان ناجح successful يعتبر شخص ناجح لانه بيعمل ايه ممكن بتضرب كتير مثلا في حالة الرياضيين رقم خمسة هي او شي one فازة فازة او فازت بايه الجواز اللي هو فاز بيها رقم ستة هي او شي also كذلك مروفر مروفر اللي يعلى وعلى ذلك ازو الاس بالاضافة الى ذلك ببدأ بقى هنا اضيف معلومات بعد ما كتبت مسلا تولد فين وبدأ مسلا يتضرب امتى وكان الاول في كذا ونجح بسبب كذا وفاز بالجواز او ميداليات كذا ممكن اقول لك وقلسه وكذلك ممكن اقول ده شخص طيب شخص عطوب بدلل مسلا عمل كذا هلو بقى نتكلم عن شخصية كل ناس بتحبه يا شخصية محمد صلاح بيقوله فيما يال نموزج لسيرة ذاتية بيوجرافي عن مين شخص رياضي وهو محمد صلاح لعب كرة القدم كرة قدم مشهور الفيماس فوتبول بلاير هي واس بورن وولد في سنة ميلاده كام او يوم ميلاده جون ففتين ماينتين ماينتين تو اتولد في خمستاشر من جون سنة الفتسعمية وتسعين شهر ستة هي بيجان بلاينج فوتبول هي بيجان يعني هو بدأ بلاينج فوتبول يلعب كرة القدم وين هي واس يانج لما كان صغير في السن بدأ يلعب كرة القدم يعني هو شخص ايه طبعا كلمة ساكسسفول يعني ناجح يعني هو شخص رياضي ناجح ايه السبب اللي نخليه ناجح هو تدرب كتير تدربه ايه كثيرا عشان يفوز بالايه بالجواز والمنح او ورد سليه الجواز والمنح هو كذلك طبعا بقى ما جديف بقى حاجة عن الشخص قلت ايه هو كذلك او بالاضافة لكده تمام يعني فقير بيساعد الناس الفقراء في القرية بتاعته بيساعدهم بدونهم فلوس لبناء المدارس وبناء المستشفيات جابلي بعد كده صفحة 97 استضي ذا فلون ادرسي التالي جابلي هنا بعض الجمل هتساعدني بايه في فاهم الفقرة اللي هتجلنا بعد كده بيقولي هدايا ملاك شخصية مشهورة اسمها هدايا ملاك او شخصية رياضية يعني لاعبة تايكوندو مصرية مشهورة دا يا ملاك يعني ده شرف عظيم انه شرف عظيم واحد من اتنين هي بتكون شخصية من اتنين هو كارد الذي حاملان العالم المصري في الالعاب الاولمبية هي شخصية من اتنين او واحدة من اتنين اللي حملوا ايه العالم المصري في الالعاب الاولمبية بدأت تتضرب على تايكوندو وهي عمرها سبع سنين بقى فازت بكتير من الجوائز او المنح فازت بالميدالية البرونزية ساعدت لعبة مغربية من زول الاحتجاط الخاصة هنعرف قصتها ازاي وازاي ساعدتها المستقبل اللي هي المغربية اثليت رياضية رياضية مغربية او لعبة مغربية من زول الاحتجاط الخاص المستقبل بيحمل لها ايه بعد التدريبات بتاعتها دي كتير الكتيرة وتضربت وساعدت الناس وكمان حصلت على كتير من الجوائز او من الميداليات طيب المستقبل بيحملها يعني تتنبأ لها ايه في المستقبل الماء الملوز يعني ممكن يقتل الحكاينات الحية ممكن يقتل اللي هي الايه الحكاينات الحية الماء المتسخ ممكن يخلى الاطفال والناس الكبيرة في السن يعني مرضى بيخلىهم مرضى لاني بتكون منعتهم ضعيفة يعني سواء ما ترميش الكمامة ابدا سواء فيه او بالقرب من بحيرة او شاطئ يعني فيه او بالقرب من بحيرة او الشاطئ جيب لعلكيب قولي يريد اقرأ ويتأكد من ايجابتك صفحة 98 استمع الى النص بيقولي هداية ملاك لاعبة تايكوندو مصرية مشهورة هي واحدة من اتنين من الاشخاص هو كارد الذي حمله او التي حمله ايه الحمله والعمل العلم المصري في الالعاب الاولمبية للتايكوندو في عام 2021 ده شرف ايه ده شرف عظيم رقم اتنين بيتكلمني برضو عنها بيقولي هداية تولدت في 21 من شهر ابريل سنة 1993 يعني هي بدأت ايه بدأت التدريب بتاعها وبدأت تتضرب تايكوندو في لعبة التايكوندو منه هي عندها سباح سنين وهي بتتضرب على لعبة التايكوندو وفازت فازت بالعديد من الجوائز وهي عندها 14 ايه سنة هداية وفازت بكتير من الجوائز او الايه او المنح الهام فازت بالميدالية البرونزية في في سنة 2016 شي اولسو وكذلك وكمان فازت بالميدالية البرونزية في سنة 2021 كمان فازت بالميدالية البرونزية يعني فازت باتنين من الميداليات البرونزية رقم اتنين هداية ده شخص طيب جدا في سنة 2016 ساعدت الرياضية مغربية لعبة مغربية كانت من زوال احتياجات الخاصة من زوال احتياجات الخاصة ساعدتها عملت لها ايه هي اصلا كان اسمها ايه اللاعبة المغربية اسمها ايه رجاء جرمش رجاء جرمش اسمها رجاء جرمش دي من المغرب رجاء ما كانش في حد ابدا يعني ضد ما كانش في حد ابدا بيتنافس ضدها ما فيش حد بينفسها او ان هو هيلعب قصدها تمام عشان كده هداية ايه اتت يعني ايه هداية اتت وجات وبقت هي يعني المنافس بتاعها ان لص وكمان خسرت يعني لابت قدامها بقى هي المنافس بتاع رجاء وكمان خسرت المباراة عشان رجاء هي اللي تكسب المباراة وتفوس بالجائزة رجاء يعني هي بقى فازت بالايه فازت بالميداليا بعد كده طالما هنا هداية خسرت المباراة عشان خاطر رجاء هي اللي تكسب كده ايه بيقولين يعني ايه وبعد ذلك من اللي فازت بالميداليا الزهبية رجاء هي اللي فازت بالميداليا الزهبية لان هنا هداية هي اللي تناسلت تعتبر خسرت قدامها عشان هي اللي تفوس يبقى هنا يعني فازت او بعد ذلك وين فازت او بتفوس بالميداليا الزهبية وده كان لحظة خاصة بالنسبة للعب المغربية رقم اربعة المستقبل بقى بيحمل لها ايه كل الصفات الشخصية ورياضية المميزة اللي فيها بتتدرب بايه تتدرب بجد هي حقا يعني تريد عايزة دايما حقا تفوس بالايه بالميداليا الزهبية جيب لي هنا بقى اسئلة على الفقرة وعن هداية ملاك واللعبة بتاعتها بيقول ريد اجي ان اقرأ كده مرة تانية الفقرة ان انصر واجب على الاسئلة بيقول لي هنا ايه ما الرياضة بتاعتها الرياضة بتاعت اللاعبة اللي احنا تكلمنا على هده هي بتلعب ايه طبعا بتلعب لعبة تايكوندو بتلعب الايه تايكوندو رقم اتنين ليه هي بتكون هامة طبعا لان هي واحدة من اتنين اللي هم رفعوا العلم المصري في في تايكوندو في الالعاب الايه الاولمبيا او في توكيو اسفة في توكيو يبقى نقول هنا هي از هنقول هي بتكون واحدة من واحدة من اتنين من الاشخاص اللي هم ايه كارت حملوا هو كارت يعني اللي زين ايه حملوا ايه العلم المصري اللي هم حملوا العلم المصري حملوا عمل العلم المصري فين اين اوقات توكيو في توكيو السؤال التالي يقول لي ايه هي الجايزة الهامة اللي هي فازت بيها طبعا فازت بالميدالية الايه البرونزية في توكيو سنة الفين اه واحد واشرين يبقى الشي وال شي وان انا اقول هنا ايه هي فازت بي الميدالية البرونزية بي الميدالية البرونزية تمام فين في سنة سنة الفين واحد واشرين تمام السؤال الرابع بقى بيقول لي ايه مازا تريد في المستقبل هي عايزة ايه في المستقبل عايزة تحصل على الميدالية الايه الزهبية يبقى شي wants to win a gold medal شي wants to win عايزة تفوز بايه a gold middle الميدالية الايه الميدالية ازدهبية يقول لي هنا اريد ايه يجينا اكل امارة تانية ان ما تشواصل ذا براغرافز ايه ودي ايه انا عايز هنا نتكلم يقول نقرأ مرة تانية وبعد كده هنوصل الفقرات من واحد لاربعة بايه من ال دي نكتب بقى عندي ايه بي سي دي هنبدأ هنا نرقمها بالارقام بيقول لي ايه يعني هداية هتعمل ايه بعد كده طبعا دي اللي هي الفقرة الايه الربعة هون جاوب لعليها اللي هو المستقبل بيحمل لها ايه طبعا ان هي عايزة تحصل على الميدالية ازدهبية رقم اتنين هو من الشخص اللي هو المشهور ده طبعا هنا الفقرة بيه بتكلمنا عن ايه طبعا اللي هي الفقرة الاولى خالص اللي هي بتكلمني في البداية عن هداية اه ملاك والشخصية بتاعتها وميلادها وجنسيتها رقم تلاتة شخص شيء تاني هي بتكون مشهورة فيه مشهورة بيه الشيء التاني اللي هي بتكون مشهورة بيه طبعا اللي هي حصولها على الكتير من الجوائز في الاولمبيات المختلفة يبقى عندي هنا هي حصرت على اتنين من الجوائز او اتنين من الميداليات البرونزية دي الفقرة التانية بتكلمنا على كده رقم او الحرف دي بيقول في اه يعني المزيد من المعلومات عنها والانجازات بتاعتها يعني اه بزيادة بقى من المعلومات عنها او كمان اللي هي الايه الانجازات بتاعتها اللي هي حققت الفقرة اللي بتكلمنا عن كده طبعا الفقرة التالتة اللي هي بدأت ان هي ايه اه بتبدأ اه ان هي اه تساعد الناس وكمان اه بتبدأ كمان اه ان هي بتكون مشهورة بالطيبة وبالصفات الشخصية الكويسة دي بقى نكتب هنا الرقم تلاتة الرقم تلاتة اللي تكلمنا عن الفقرة مع موروكان اثليت اللاعباء المغربية وموقف اه بتاع اه وموقف اه هداية ملاك منها وخسرت اصادها والمباراة بيقولي هنا ايه هنكتب كده نبزة عن سيرة ذاتية للشخص الرياضي هنستخدم الجمل من واحد لستة اللي احنا قلناها دلوقتي الجمل بتاعتنا ان احنا ازاي بنكتب السيرة الذاتية حاول انت تستخدم الكلمات اللي هي موجودة عندك دي داخل الاطار كلمة اثليت يعني رياضي او ارد جائزة او منحة يعني ينافس مستقبل اللي هي ايه الميداليات الزهبية او الميداليات يعني رياضي يعني يتضرب كلمني هنا بيقول لي ايه محمد صلاح واس جون ناينتين 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 يعني يبقى هنا موجودة صفحة ستة وتسعين بيجر ناينتين سكس يسا قرأينا حالا مع بعض وانا اقولت لكم الكلمات اللي احنا هنستخدمها ودي فعلا موجودة في الفقرة اللي ورا جايب لي هنا الصفحة اللي قصتها صفحة تسع وتسعين بيجر ناينتين هتعمل في مجموعات ناقش وابحث ازاي نخلي المدن بتاعتنا اقل تلوسا يعني اقل ايه تلوسا نخلي ازاي المدن بتاعتنا اقل تلوسا ازاي نخلي الهواء بتاعنا ازاي نخلي اللي هي التربة وطر اللي هو الماء اير اللي هو الهواء نخليهم ايه انظف ازاي فعلوا كده جايب لي هنا اللي هو تلوس الايه تلوس الماء جايب لي هنا موضوع عن تلوس الماء بقول لي عندما المواد الكيميائية اضرها طبعا الكلمة ديت جايب لي هنا المعنى بتاعها في نهاية الصفحة الكلمة اللي هي واحدة اطلع لها الرقم زي مسلا ايه اللي هي المواد كيميائية ضرة برقم لي هنا وجايب لي الترجمة بتاعتها تحت بيقول لي عندما المواد الكيميائية ضرة يعني تتصرب الى المسطحات المائية زي الانهار البحيرات البحار لما الملوسات دي بتروح للانهار البحيرات والبحار احنا بنقول الماء ده بقى ايه ماء ملوس خلاص الماء ده تلوس لو عندي دخلت فيه مواد كيميائية ضرة الماء الملوس يعني ممكن يقتل الكائنات الايه الحية كل يعني يقتل ممكن يقتل ايه الكائنات الحية يبقى كان كل ارجانيزمز اللي هي الكائنات الحية ذات live in the water مو اللي هي بتعيش في ايه اللي هي بتعيش في المياه زي ايه الكائنات اللي هي بتعيش في المياه فش السمك بردس طيور والايه والكابوريا ممكن كمان تقتل الطيور ذات ايد ذا فش حتى الطيور نفسها اللي بتاكل السمك ممكن تموت لان السمك نفسه بقى ملوس الماء الملوس كان كوس ممكن يسبب يعني سبب الحيوانات ايه اني تفقد او تخسر الايه البيوت بتاعتها وكمان تغير الايه هابتات سلية البيئات بتاعتها الحيوانات بتهاجر من الاماكن اللي هي مش نظيفة دي وتروح اماكن تانية يلا بقى هنا جايب لايه الاسباب removing يعني هي التأثيرات vlogging solutions اللي هي الحلول يلا جايبلي هنا اول حاجة الاسباب بتاعت التلويس effects اللي هي التأثيرات طب التنويس حصل وخلاص طب تأثيره ايه طيب عرفنا الاسباب والتأثيرات طيب ان احنا نحيلي بها مشكلة التلويس المية أول حاجة بيقول لك وزيس الأسباب اللي هي مياه الصرف مياه الصرفة أو المياه اللي هي مش نظيفة من الأحواض طولتز الحمامات ومن الاستحمام المياه من الأحواض ومن التوالتات ومن الاستحمام بتاعتنا ده اسبب الناس المياه اللي باقي والكيميائيات أو المواد الكيميائية من المصانع اللي هي المخلفات بتاعت المصانع اللي هي مخلفات الصرف الايه الصناعي والسوتر المياه اللي هي باقية من ايه البيئة الزراعية ده اسمه صرف ايه صرف زراعي المياه زيادة عن حق الارض الزراعية بيكون في اسمي ده الكيميات بيصرفوها في المستحط المياه القريبة منهم ده بيعمل تلوث للمياه ده اسمه صرف زراعي المياه زيادة عن حق الارض الزراعية اللي هي البيئة الزراعية اللي هي بقى الامية زيادة من البيئة الزراعية او سيتز من المدن اللي هي الصرف الصحي بتاع المدن نفسه لاستعمالات الشخصية في او الى النهر الماء من الاحواض والتوالت وهي الاستحمام المياه الزائدة او مياه اللي مش نظيفة او الصرف والمواد الكيميائية المصانع والصرف بتاع المصانع في المسطحات المياه وكمان المياه الزيادة عن حاجة المدن نفسها بيرقاها في الانهار وحاجة الارض الزراعية التأثيرات بقى المياه دي الملوسة من الاستخدامات المختلفة سواء من المصانع من الاعراض الزراعية من المدن من استخدامات الشخصية بتأثر ازاي الماء اللي هو ديرت يعني ايه متسخ او غير نظيف بيجعل مك هنا بمعنى يجعل الاطفال والناس اللي الكبيرة في السن ال يعني بيخلوهم مرضى لان منعتهم بتكون ضعيفة الماء الملوس ده يعني بيضمر اللي هي الحياة البرية في الايه في الانهار يبقى تأثيراته عن الناس الكبيرة في السن والاطفال بيخلوهم ايه المرضى وتأثيراته انه بيضمر كمان الحياة البرية يقتل الاسماك والايه والكائنات الايه الحية حتى الطيور اللي بتتغزى على الاسماك الحلول بقى حلول للمشاكل المشكلة من جزرها اللي هوها ممكن نعمل ايه على قدر الامكان حاول ان انت يعني بتوفر مية يعني تاخد ايه دش قصير يعني تروح تستحمى مش ساعة لا هو تستحمى وقت قصير يعني اللي هو قدر الامكان تجنب الماء الجاري يعني تجنب الماء الجاري تجنب الماء الجاري يعني مسلا لو انا اخسل خضار فاكها كست بيت ان انا بستخدم اطباق فهمها كده واخسل ما بطرش فتح الماء كده عمال على البطال ابدا لا تلقي او ترمي جاربج سواء فيه او بالكرب من بحيرة او بيتش او شاطئ ابدا ما ترميش لاب القرب من او فيه بحيرة او شاطئ ما ترميش جاربج اللي هي الايه انو خلافات ما تلاوتش الماء يبقى تاني على قد ما تقدر توفر في الماء خد الصير مش شرط تتعود تحت ندوش ساعة وتجنب ان انت تستخدم الماء الجاري ان تفتح الماء كده كتير ابدا ما ترميش القمامة فيه او بالكرب من عليك البحيرة او الشاطئ كده حبيبي خلصنا مع بعض الفيديو بتاعنا النهاردة يارب ينول اعجابكم اشكركم على الحسن استماعكم واتمنى متابعتكم وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة